سلام عليكم أصدقائي وحياكم الله اليوم لدينا موضوع جديد وأمر جديد اسمه group buy تيجي الترجم موضوع group buy بيطلع معناه جمعني حسب الآن group buy له استخدامات كتير منها استخدام تقريبا حذف البيانات المتكررة زي distinct اللي اخذناه الحلقة الماضية ولكن اللي بيمتاز group buy and distinct انقلوه استخدامات اكثر خلينا هيك نشوف استخداماته في مثال انا عملته عندي قاعدة البيانات دي متباتي وعندي تيب الاسمه customer بتلاحظوا تيب الـ customer فيه ID فيه country فيه name فيه age وفيه بيانات ففيه بيانات متكررة جوردان علي 20 جوردان علي 20 سيريا احمد 21 سيريا احمد 21 قطار محمد عودي فهد الى اخر ففيه بعض الريكوردز متكررة فمثلا لو بدي اجي اعمل اكبس على قاعدة البيانات واجي على SQL وابدأ في الوضع العادي وابدأ في الوضع العادي شوف كيف شو ممكن استخدم مثلا select كاول استخدام اللي هو شبيه باستخدام distinct تبعت الحلقة الماضي select مثلا كل الاعمدة from table تبع اللي هو اسمه customer حلو واجي استخدم الامر اللي هو group by خليني افتح بالله table عشان نشوف شو فيه وجوهات وشغلات خلينا نعمل group by مثلا الage او country مفارقتش لاني تقريبا ال country والname والage فيهم شغلات متكررة خلينا نقول group by country مثلا group by country خلينا نشوف country country واجي اعمل هون go شو جاب لي يا جماعة جوردان علي قطر محمد سعودي فهد سيريا احمد هون جاب لي البيانات وحذف التكرار يعني تقريبا نفس شغل distinct اللي اخدنا الحرقة الماضية لكن قلتلكم group by فيه استخدامات كثيرة طيب قابل ما نتوسع فيها خلينا مرضو ناخذ copy based ونيجي مرة ثانية على قعدة البيانات ووريكم شو ممكن اعمل كمان sql control v وطبعا ممكن انا استخدم مع هذا الموضوع موضوع order by order by order by name مثلا ونقول asc 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 الا اخري هاي الامور asc 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 متاب م exploded هون عملت group by شلت المتكرر برضو رتبت بناء علي ال name احمد فهد محمد طيب لان توسع في موضوع group by قضيته مش بس فقط بيشلك البيانات المتكررات group by معناها اجمع جركات حسب طيب شو اللي انا عملته الان انا عملت جزء بسيط شبيه بالدستينجد لكن الان بدي اوريكم شو شغلة الجروب باي بالضبط على هذا المثال فمثلا لو اجيد قلت لكم بدي اجيب مثلا دعونا نحكي عدد الناس اللي موجودين يعني كم شخص عندي هون يعني انا بدي استخدم كم شخص عندي هون موجود مثلا لكن بدي احسبها بطريقة اني اجيب كم شخص في كل دولي يعني انا مثلا جوردن كم واحد فيها سيريا كم واحد فيها قطر كم واحد يعني جمعلي حسب البلد كم شخص حسب البلد هون لازم تكون انت عامل اي دي برايماري كي لازم تكون عامل اي دي برايماري كي فخلينا نشوف مثال بسيط لوضح الصورة نجي على ديمو ونجي على الاس كيوال ونكتب التالي ونقول سيلكت سيلكت هون بدي احسب عدد انا صح عدد فلازم استخدم لامر كاونت لمين للعمود اللي انا عملته فاصلة خلينا نقول كمان فاصلة نقول مثلا from from اسم التابل كأول تقنيك انا بدي احسب عدد الناس بشكل عام يظهر لي بس الكنتري ويظهر لي النام من تابل كاستمر تعالي عمل جو لاحظت شو جاب قال في عندك ست اشخاص وجاب لك جوردان علي جوردان علي هاي بيانات السطر الاخير بيانات السطر الاخير ستة عددهم تعالي حسب الله واحة اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة طيب هاي طريقة عادية انا ما استخدمت لجروب باين انا ما استخدمت لجروب باين انا حسبت عدد الاشخاص لكن انا لو بدي احسب عدد الاشخاص في كل بلد شو اللي بصير عندي هون خلينا اضيف هذا الكلام كونترول سي ااجي على ديمو ااجي على اسكيوال اعمل كونترول في و اضيف و اضيف اجروب باي و اختار حسب مين حسب الكنتري مثلا حسب الكنتري شوفوهم شو راح يصير عندي سيليكت كاونت اي دي لانو انا عملت ال اي دي برايميري كي فعمالي بعد هون و يظهر لي الكنتري و يظهر لي مين الاسم من تيبل للكستومر لكن بدي ارتبو و يظهر عندي طريقة ايش اني احسب عدد الاشخاص في كل بلد هون استخدمت جروب باي كنتري شو اللي بسين عندي هون لو اجي انا فذ لاحظوا يا جماعة جاب لك انه الاردن اثنين وجاب لك قطر واحد وجاب لك سعودي ارابيا واحد وجاب لك سيريا اثنين تيجع الجدول الاساسي فحلا جوردان جوردان سيريا سيريا هاي قضية الجروب باي هاي قضية الجروب باي استخدمته اول مرة في ان اشيل البيانات المتكررة وكان استخدامه زي استخدام لكنه اوسع ليش لاني انا بقدر ممكن استخدمه اني اجمع اشخاص حسب شيء معين زي ما انا الان جمعت اعداد الاشخاص اوكي ها جروب باي مين جروب باي كنتري ملتسيلكت كونتل اي دي عدل للناس اظهر للناس والكنتري من جدول الكستمر لكن جمعهم حسب مين حسب الكنتري فراح جاب لك جوردان اثنين سيريا اثنين فيها قطر واحد وسعود ارابيا واحد هذا هو تقريبا كل ما يتعلق بالأمر جروب باي يعطيكم العافية شكرا